اهلا بالمتابعين الكرام لم نكبل بعد سلسلة حلقات البيئة التي ظهر فيها القرآن ورأينا في الحلقتين 99 و 101 بناء على الآيات القرآنية التي تشهد على وجود معارضة قوية لما جاء به الرسول محمد من قرآن واعتبروه مجرد أساطير الأولين أعانه عليها قوم آخرون غير عرب كما تفيد الآية 4 من سورة الفرقان والآية 103 من سورة النحل والآية 31 من سورة الأنفال وغيرها من الشهادات داخل النص القرآني وبالرجوع إلى التفاسير الإسلامية نجد روايات تفيد وجود فعلي لشخصيات من الأعجام كانت تعيش في المجتمع القريشي كعبيد كان الرسول يلتقي بهم خفية ليدعوهم لرسالته ويستمع لما في جعبتهم من قصص وحكم ووعضات ونصوص مقدسة تربوا عليها وتشبعوا بثقافتها ومن هؤلاء عداس مولى حويتب بن عبد العزة ويسار أو جبر غلام عامر بن الحضرامي وفي المدينة يترب سليمان الفارسي ومنها الحكماء العرب أمثال سويد بن الصامت من الذين أخذ عنهم الرسول بعض القصص والحكم والأمثلة كحكمة لقمان وهي قصة أحقار المشهورة في الترات الأشوري ووجود الإنجيل العبراني بخط يد ورق ابن نوفل ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول الأولى وهو إنجيل متى المنحول بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة من طرف بعض الصحابة وهو موضوع تحت عنوان فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة أمثال عمر بن الخطاب كما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال أي عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية 125 من صورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البار والفاجر فلو أمرتهن أن يتحجبنه فنزلت آية الحجاب في صورة الأحزاب الآية 59 واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك في صورة التحريم الآية 5 ثم آية في صورة المؤمنين وهي الآية 14 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فلما نزلت قلت أنا فتبارك الله أحسن الخالقين فنزلت كذلك وقيل هي لعبد الله بن أبي الصرح كما جاء في تفسير الرازي والزمخشري والقرطبي ومن بين الموافقات أو الثأثيرات ذكر السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن قول سعد بن معاد في الآية 16 من صورة النور ومصعب بن عمير في الآية 144 من صورة آل عمران وحتى الصحابيات في الآية 140 من صورة آل عمران إذن من خلال الموروط الإسلامي وفي الضل وجود هذا الكم الهائل من الشخصيات المحيطة بالرسول التي أثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على القرآن قبل جمعه في عصر الخلافة يمكن تصور فرضية احتمال أن يكون هذا القرآن جزءا أو كليا تمرة عمل جماعي وهذا ما ذهب إليه بعض المستشرقين كالطبيب النمساوي أليوس سبرينجر والمؤرخ الأمريكي جون إدوار وينسبرو من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية جامعة لندن وكذلك الفرنسي كلود جيليو استنادا لهذه الروايات الإسلامية وتفيد كذلك بأن الرسول طلب من زيد بن ثابت بين قوسين رئيس لجنة جمع القرآن في العصر البكري العمري ثم في المرة الثانية في عصر الخليفة عثمان بن عفان وكان أي زيد رجلا صاحب علم ومعرفة طلب منه الرسول بعدما أسلم في المدينة أن يتعلم كتب اليهود كما جاء في كتاب فتوح البلدان للبلدري يقول زيد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب اليهود وقال لي إني لا آمن يهوديا على كتابي أي بين قوسين المراسلات بينه وبينهم فلم يمر بنصف شهر حتى تعلمته فكنت أكتب له إلى اليهود وإذا كتبوا إليه قرأت كتابهم انتهى الاقتباس وفي رواية أخرى طلب منه تعليم السريانية فتعلمها في سبعة عشر يوما ويخبرنا عبد الله بن مسعود أن زيد بن تابت من أصل يهودي في حديث صحيح صححه الألباني في صحيح النسائي أن عبد الله بن مسعود غضب من أمر الخليفة عثمان قبول بجمع زيد بن تابت في قوله كيف تأمرني أقرأ على قراءة زيد بن تابت بعدما قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين صورة وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان والذؤابتان تعني ضفيرة من الشعر تكون عند اليهود الأرثودوكس إذن الرجل كان يكتب للرسول الرسائل والخطابات الموجهة لليهود ويتلقى ردودا عليها من المؤكد أنها تتضمن أجزاء من التوراة أو التناخ بخصوص النبي المنتظر وصفات الأنبياء على العموم والمصية على وجه الخصوص بالإضافة إلى شريعة موسى وكل هذه المجادلات اللاهوتية باللغة العبرية ويعلق الأستاذ كلوت جيليو على هذه النقطة بسؤال مهم يقول فيه أليس من الأقرب إلى المنطق أن تكون فقرات من كتابات يهودية أحبها محمد أو آخ آرون واستخدمت في تأليف القرآن وهذا السؤال له ما يبرره خاصة عندما تروي لنا السردية الإسلامية لقاء الرسول بسويد بن صامت كما قلنا وعرض هذا الأخير عليه مجلة اللقمان ولم تمر سوى فترة بسيطة حتى جاءت صورة لقمان بالآيات 12 إلى 19 تتحدث عن حكم ووصايا لقمان وبهذه المناسبة يرى المستشرق الألماني ثيودور نولدكا أن الآياتين 14 و15 كانت من الأفضل لو وضعتها بعد الآية 19 عند جمع القرآن أيام الخليفة عثمان وهو رأي يوافقه عليه المستشرق الأمريكي إلوود موريس ويري نعود الآن لتوضيح الإشكالية التي جعلت استبعاد تأثير الأعجام الذين قابلوا الرسول محمد والذين رسلوه من اليهود وغيرهم بلغات مختلفة منها السوريانية واليونانية والعبرية وغيرها من طرف النقاد والباحثين المسلمين وهو وجود الآية أربعة من سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم إلى آخره ثم بالتدقيق في الآيات السابقة التي رأيناها في بداية الحلقة كالآية 103 من سورة النحل نجد الاتهام مصحوبا بتبرير في آخر الآية وهذا لسان عربي مبين فالدلالة اللفظية لكلمة مبين اسم فاعل من فعل أبانة السبب المتعد إلى مفعولين ويعني جاعل الأشياء بيّنة وبالتالي فالحوار مع هؤلاء الأعجام بلغات أجنبية أو عربية عرجاء فدور الرسول يقتضي التبيين بلسان قومه وهذا بالضبط ما جاء في الآية أربعة من سورة إبراهيم بلسان قومه ليبين لهم نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة